السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مجددا في رحلتنا الذكاء المالي ومشروع الشخصي إذن سوف نبحث سنذكر بعض هذه بعض عشر طرق لكسب المال عبر الأنثارنت إذن نبحث عن طرق يمكننا أن نكسب منها المال لكنها تتطلب شجاعة جرأة وصبرا الأولى قناة على اليوتيوب نعرف أن اليوتيوب ومواقع التواصل منصات يكسبونها الناس العديد من المال ويكفي أن تبحثوا في المواقع كم تكسب هذه القناة أو هناك بعض المواقع التي تقيس نسبة المداخل لقنوات اليوتيوب وترون كم تكسب كل قناة مواقع الخدمات المصغرة هناك مواقع متخصصة في تقديم خدمات مصغرة كالترخيص كتابة المحتوى التصميم أدخل إلى هذه الخدمات إلى هذه المواقع وتسجل فيها وبحث عن خدمة مثلا خمسات معروف مستقيل فايفر إنه جمعة من المواقع فايف أورو إذن الكثير من المواقع تقدم خدمات مصغرة بيع المنتجات عن بعد إذا كنت ثاجرين يمكنك أن تبيع المنتجات عن بضع عن طريق التوصيل يعني عن بعد فهذه يمكن أن تبيع أي شيء يمكن أن يباع رابعا تدريس عن بعد إذا كنت تملك مهارة تدريس أو تدريب يمكنك أن تطلق في تدريس الآخرين سواء اللغة رياضيات فيزياء يعني أي شيء تصميم مونتاج تصوير كل شيء يمكن يريد الناس الآن أن يتعلموا أي شيء أي مهارة طبخ أي شيء تعرفه يمكنك أن تدرسه للآخرين إنشاء موقع إلكتروني وترويج لا وبناء محتوى يعني في المجال الذي تتقنه أو يمكنك أن توظف لديك آخرين يشتغلوا لديك كتابة محتويات للموقع تسويق بالعمولة أنت لا تملك مونتج لكنك لديك علاقات شبكة علاقات كبيرة يمكن أن تسويق بالعمولة 10% 5% تصل أحيانا إلى 20% من ثمن المنتج صناعة المحتوى إذن أنت لا تملك شيء تملك فقط حاسوب لكنك لديك قدرة على تلخيص الكتوب كتابة المقالات فهذه كذلك أصبحت مهمة الآن وإذا كنت تتقن صناعة المحتوى الإعلاني الترويجي سيكون لديك دخل جيد من ذلك بيع الصور والفيديوهات إذن هناك مواقع تنزل فيها صورك وفيديوهاتك وهناك من يشتري حقوق تلك الصور وتلك الفيديوهات من أجل أن يستعملها في فيديو أو في موقعه الخاص تاسعا تصميم والمونتاج أصبح الآن يعني هذه من ضمن الخدمات ومن ضمن الطرق التي يمكن أن تكسب منها المال بشكل جيد وأخيرا التسويق عبر مواقع التواصل سواء المنصات المختلفة الفيسبوك، تويتر، انستغرام، يوتيوب كل هذه المواقع لديها شبكات للتسويق وشبكات للإعلان إذن هذه عشر طرق وهناك طرق أخرى كثيرة المهم أن نركز على إحدى هذه الطرق ونتقنها بشكل جيد ونبدأ بكسب ضرارتنا الأولى شكرا لكم على المتابعة وكانت هذه نهاية الوحدة ألقاكم إن شاء الله في الفيديو القادم فيديو عبارة عن خلاصة وأشكر لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة